موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائه الله وطلبات الصف الخامس الابتدائي أهلا من النساء أهلا بيكم النهاردة بإذن الله هناخد لسن فور تو لسن سكس فروم يونيت ايت ويبتكلم عن لو كنت جديد معنا في قناة تنساش تعمل اشتراك ولايك الحلقة وشير عشان أكتر عادة من الناس صغيد وأهم حاجة تركزوا معي في حالة النهاردة ويلا نبدأ الدرس موسيقى هنتكلم على جزئية طيب هل الاختلاف اللي بينها وبين كبير؟ لا الاختلاف بسيط جدا كل ما في الأمر أن هنا في بعض الاستراتيجيز ماشي؟ هنتكلم عنها طبعا الاستراتيجيز زي ما قلت قبل كده ما هياش حاجة أساسية هي حاجة فرعية ممكن تشتغل بيها ممكن متشتغلش بيها لأن الطريقة العادية تعتبر استراتيجي يعني ما جاولك 2 plus 3 تقول لي 5 دي اسمها استراتيجي ممكن 2 plus 3 تختار عليها انت استراتيجي تقول لي 2 plus 3 عبارة عن 2 plus 2 plus 1 كده بقى اسمها استراتيجي تمام؟ فالاستراتيجي معمولة عشان تساهل عملية الايه الـ operation اللي احنا هيستخدمها طيب اول استراتيجي عندي ماشي اسمها ايه؟ اسمها الموديل الموديل دل هو ايه؟ هنشوفها في اكزامبل طبعا عشان نفعل هنا بقول لي add 2 and 2 third plus 1 and a half فا اول حاجة هنعمل الول نمبر الول نمبر هنا 2 فعملت 2 parts عام وهنا 1 فعملت هنا 1 وبعد كده نيجي هنا 2 third يبقى هجيب shape واقسمه 3 parts ألون منهم 2 اهم وهنا half يعني هجيب shape برضه واقسمه 2 parts ولون منهم 1 تمام كده؟ طيب انا الوقت عايز اعمل plus احنا كده كده قلنا in square او rectangle الاولاني ده والتاني وده دول كده خلاص دول هو part فعملهم plus عادل المهم من ملزبالي بقى الايه؟ اه الاجزاء ده ايه؟ دي عمل لها ايه؟ اول حاجة لو نجينا نبص على fraction الاولاني هنلاقي denominator 3 والتاني denominator 2 طيب نعمل ايه؟ نعمل 2 times 3 هيددوني 6 يبقى تقسم ده 6 وتقسم ده برضه 6 تمام؟ طيب فما جاء قسم ده 6 هشد خط كده بالعرض اهو بقوا 6 وما جاء قسم ده 6 هشد خطين كده بالطول طيب برضه 6 واحد يقول لها مستر طبعا ايه؟ انا ممكن اعملهم بالعرض انا ما عرفش عملتهم بالطول ليه هنا او عملتهم هنا بالعرض ليه؟ هقول له بطريقة اسهل انت عملت السري time 2 صح؟ اعمل بقى ال denominator time numerator وال denominator التاني time numerator التاني تمام؟ يبقى تقول لي 2 time 2 ب4 ماشي؟ يبقى ده معناها ايه؟ معناها ان الشكل هيتقسم ل4 shadow part اهم 1 2 3 4 وهنا السري time 1 ب3 يبقى التاني يبقى فيه only 3 ايه؟ 3 shadow part تمام كده؟ طيب بعد كده بقى عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل plus كده كده الول number احنا قلنا عليه خلاص جمعناه لما نجي نعمل بقى ال fraction ده مع ال fraction ده plus لازم نعيد الاتنين ال denominator بتاعهم 6 ال total 6 صح؟ يبقى denominator 6 طيب هنا كم من 6؟ هنا 4 وهنا 3 يبقى 4 و 3 7 يبقى مفروض انهم 7 over a 7 over 6 طيب 7 over 6 ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1 and 1 6s 7 over 6 والمفروض ال 1 عبارة عن 6 over 6 فالدقى عندي 1 over a 1 over 6 يبقى 2 shadow part دول خدت منهم 6 عايزين يبقى 6 over 6 وعملوه لي 1 a shadow part والدقى 1 a 1 part 1 من 6 تمام كده؟ فانيجي نجمع بقى نقول 1 2 3 4 ودي 1 من 6 يبقى 4 and 1 a and 1 6s 6s طبعا زي ما قلتوكو انا شرحتها بس لسبب واحد شيء ما عندوكم معلومة انما احنا مش مطالبين نحل بيها تمام؟ نيجي بقى الاجزامبل كمان اهو 2 and 2 3 minus 1 and 1 half تمام؟ طبعا هو نفس الاجزامبل اللي فات هنعمل نفس اللي فات بالظبط بس الفرق اني هنا انو ايه انو ماينس تمام؟ 2 and 2 3 او هنعمل تلوم بر بريزنت 1 and 1 half برضو اهيط بقى كده نعمل ماينس فهاشتال الول دي مع الول دي وبقى كده عامل دي ماينس ايه ماينس دي كده كانت بقى عندي 1 وول اهيه دي كده كان راحت خلاص وهنا 4 ونقص منهم كم سريفة ل 1 من 6 فتبقى اللي جابة 1 and 1A 1 6s طيب نروح بقى للطريقة التانية اللي هي using number line using number line ان كان بلاس او ماينس من الصغير كل الحالتين بابدأ منين من الصغير تمام؟ طيب من الماينس هو ايه ايه 5 and 3 ده ماينس 2 and half فهبدأ من عندي 2 and half ام جاء عامل number line ومقسمه 2,3,4,5,6 وهكذا واجه عندي 2 and half وحطه بوايد تمام كده؟ تمام طب يا مستر 2 and half دي يعني في النص بالزبط عادي يا حبيب ده حاجة يعني حاجة بيدك كده عادي مش هتفرق هنا لحد 5 and i serd اجي بعد 5 واي اس برضو جزء وحط الايه وحط السيرد مش لازم ان انا نقسمها بالزبط يعني ده حاجة لين خلق واكتب عليها number بتاعها اكتب علي دي 2 and half واكتب علي دي 5 and a and serd بس اهم حاجة بنسبالي يكون الول number مرتبط اول حاجة نعملها اعد الول number من سيري لحد 4 and 1 ومن 4 لحد 5 and 1 تمام كده؟ ماشي يبقى كده 2 وبعد كده ازود عليهم كام ثيرد وبعد كده ازود ايه؟ ازود half يبقى 1 plus 1 plus third plus half ونعمل لهم plus ونجيب الاجابة اللي هي 5 and a 2 and 5 a sixes تمام؟ يبقى number line ببدأ من النمبر الصغير لحد ما وصل النمبر الايه؟ للنمبر الكبير برضو زي ما قلتلكو number line او المودل دي طرق للحل ما انتش مطالب تحل بيها هي حاجة زي الاطلاع فقط نيجي بقى على الطريقة اللي بعد كده اللي هي there are two methods to add or subtract two mixed numbers with unlike denominators ماشي؟ طبعا دي طريقة كمان غير الطرق اللي احنا قلناها الاولى بيقول by rewriting the mixed numbers as improver fraction والتانية by decomposing the mixed numbers هنبدأ بالأولى هنا using improver fraction وهنا using decomposing the mixed numbers improver fraction يعني حول الفراكشن الاولاني ال improver والتاني ال improver وعمل لهم بنص وخلاص ده الطريقة المعتادة اللي احنا مفروض هنحل بيها على طول يعني طيب الطريقة التانية اللي هي using decomposing the mixed numbers يعني ايه decomposing يعني فكهم يعني ايه يعني اشتال 7 اعمل لها بلاس 2 واعمل 3 5 بلاس ال 1 ايه ال 1 quarter وبعد كده اجمعهم تمام؟ يبع عندنا طريقتين وهم دول الطريقتين الاساسيين بتوعي اي واحدة فيهم تحل بيها عادي ودول طبعا الاسهل بالنسبة لي فهنا هقول له 7 and 3 5 plus 2 and quarter هعمل عشان احاولهم عشان احاولهم هكتب ال 5 الاول وبعد كده اقول له 5 time 7 plus 3 تمام؟ 5 times 7 من 35 35 plus 3 38 ماشي؟ طبعا انا انا بكتبش لانها مكتوبة مينيجي لانها هكتب معكم يبقى 38 over 5 نيجي باعلى بعديها هكتب 4 زي ما هي بقى كده 4 time 2 plus 1 4 time 2 8 8 1 9 يبني كده عملت 2 a 2 fractions وابدى بقى جمعهم بأي طريقة من الطرق اللي احنا عارفينها وطبعا قلنا لما يكون عندي unlike denominator في الفراكشن لازم الأول أخلي denominator like ازاي يفتكر مع بعض برضو ياما نعمل time لديناميناتور زي نعمل scissors ياما نجيب المالتبول بتاعة الديناميناتور ياما الـ L-C-M بتاعة الديناميناتور ياما جيب نمبر من دماغي ينفع divided للديناميناتور الآي اللي عندي يعني عندي هنا الديناميناتور 5 وهنا 4 اللي 2 ينفعوا دفادي 20 تمام 20 يعني تنفع دفادي 5 وال4 فاعمل 2 fractions وقت بتاعة كام 20 وبعد كامل scissors قلو 4 times 38 و5 times 9 وجبنا الـ 2 numerator وبعد كنا نعمل لهم ايه بلاس فاكاتل زي ما احنا شايفين 197 over 20 طيب هل انا مطالب بعد كده احولها المكسد لا عايزت احولها المكسد ماشي مش عايز سيبها زي ما ايه عاد تمام طب نيجي على الطريقة التانية هاجمع الـ whole number مع الـ whole number واجمع الفراكشن مع الايه مع الفراكشن ف7 بلاس 2 بـ 9 اهيه وبعكاس 3 5 بلاس 1 quarter تمام ونبدأ برضو نحلها بنفس الطريقة اللي ايه اللي فاته طب يا مستر من وجهة نظرك مين الاسهل الاسهل بالنسبالي هي الطريقة التانية دي ليه؟ لسبب بسيط جدا لما بتحول الفراكشن من مكسد لـ improver النومراتور بيكبر فما بتجيه تعمله تايم بيديلك رقم كبير زي ما شفنا هنا كده مثلا عملنا 4 time 30 A تديني 152 فممكن تاخد ايه؟ تاخد وقت تمام؟ وهنا برضو 5 time A time 9 يبقى الاسهل طبعا ان انت ما تيجي تحلها تعمل ايه؟ تعمل الـ whole بلاس الـ whole وتعمل الفراكشن بلاس الـ a الفراكشن مش يبقى الرقم كبير ايما زي ما احنا شايفين كده 12 over 20 وهنا 5 over a over 20 دي طبعا تبقى اسهل واسرح طبعا في المينس نفس الـ ايه؟ نفس الفكرة تعالوا بقى نحل اكزامبل عكا الان بقى عندنا ايه مثلا 12 and 3 quarter plus 3 and 6 ايه؟ 6 over 12 اول حاجة هنعمل ايه؟ هنجمع الـ whole مع الـ whole 12 plus 3 بـ 15 خلاص ايه 15 هنا خلاص؟ بلاس ونجمع الفراكشن مع الفراكشن طيب فيه نقطة هنا لاحظتوها شطار ان الفور تنفع تبقى 12 فنعمل الفراكشن التانى على طول طيب ونراح دماغنا الفور عشان انت بـ 12 بـ time 3 بقى عمل الفراكشن التانى كله time 3 تمام؟ نعمل بقى براكت كده عشان نكتب الـ result هنا time 3 بـ 12 وهنا time 3 بـ 9 فالفراكشن التانى بقى 9 over a over 12 تمام كده؟ واعمل البلاس بتاعتي واكتب الفراكشن التانى زى ما هو 6 over 12 خلاص؟ وبعد كده اقول له 9 و 6 كام 15 يبقى 15 over 12 يميل بلاس كام بلاس 15 ماشي؟ طيب فيه نقطة ينا لاحظتوها؟ اه انه الفراكشن ده improver فانه ممكن احوله الـ Prover وبعد كده اجمع عليه 15 حاوله الـ Prover وبعد كده اجمع عليه الـ 15 فهم جاء اهيله كده يدونه منتور 12 ها هي و 15 divide 12 بـ 1 ماشي؟ وبعد كده 1 time 12 بـ 12 12 بلاس كام بـ 15 12 بلاس ايه؟ 3 وبعد كده اخد الـ 15 بقى زودها على مين؟ على الـ 1 تبقى كام؟ تبقى 60 طيب تعالوا نحل واحدة كمان تعال نحل مسلا المينوس دي هنا اول حاجة 11 minus 3 بس خالبا لكم بقى في المينوس في نقطة مهمة ان ممكن الفراكشن الاولاني اصغر من الفراكشن التاني فمش هينفع اعمل ايه؟ ماينوس الا بقى اضطر ان انا حول الـ 2 fractions لمكس تمام؟ ففي المينوس الاسهل والاقمن ان انت تحول الفراكشن اللي عندك لإيه؟ لإمبروبر ماشي؟ عشان لو الفراكشن الاولاني اصغر من التاني المينوس مش هينفع تمام؟ ولو لاحظنا هنلاقي 2 9 هنا اصغر فعلا من 3 ماشي فكده مش هينفع انهى انه من 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 مينوس ول من من SOF وفراكشن تاني اذا الـ 11 تنفع منص 3 بس ماينفعش 2 9 من صدر 3 فراكشن ودي كنا اتكلمنا في الجزئية ديت ان اقدر اعمله مينس بكذا طريقة الطريقة الاولى ان ناخد 1 من 11 وزوده على الفراكشن ده فال11 دي تبقى 10 تمام وال1 مما جا زوده على الفراكشن هحوله الايه هحوله 9 over 9 عشان 9 over 9 ب1 و9 over 9 plus 2 over 9 11 over 9 جميل وبعا كده عمل لها مينس مين بقى مينس الفراكشن التاني تعال نعمل لها مينس بقى كده 10 minus 3 ب7 اهي تمام عايزين بقى نعمل ايه 11 over 9 minus 3 over a over 4 هقوله ادي 11 over 9 minus 3 over 4 هنعمل ايه في الكيز دي بقى هنعمل ده طايم ده ونعمل السيزورز بتاعتنا 9 طايم 4 ب36 احنا نعمل على فراكشن واحد بقى عشان ايه نختصر و 4 طايم 11 ب44 منوس 9 طايم 3 بتوين ايه بتوين 7 equal هنا 30 6 وهنا 44 منوس 27 ادي كده 3 3 و 4 7 7 و 2 17 يبقى 17 تمام؟ و بعد كده اكتب جنبهم مين؟ اكتب جنبيهم 7 كيف الي جابه 7 & 17 over 36 تمام كده؟ طيب طبعا لسه طريقة كمان بس يعني انا مش مش شايف انها طريقة هبتتكم انها طايمة ممكن تلاخبط اصلا ااااا الطالب في كل اللي احنا قلناه بلكده ماشي فانا يعني انا هقولها برضو عالصري عشان ما لامانة العلم ان انا اقول معلومات كلها بس يعني انا مش عايزكوا تتعاملوا بيها بصراحة انها ممكن تلغبطكوا شوية طيب تعالوا نبصوا كده هنا على اول example هنا four and seven tenses plus three and two two halves ماشي فهو عمل ايام ما جيه عمل plus قال انا هزود على الاولاني فراكشن بحيث ان يخلي دي كلها تبقى whole one تخليها كلها ايه؟ whole one فعشان ال seven over ten اللي تبقى one هتزود لها three over ten تمام واللي تزوده هنا تروح تنقصه منين من الفراكشن التاني تمام يبقى ايجي على الفراكشن الاولاني ازود عليه فراكشن بحيث ان يبقى الريزولت بتاع الفراكشن ده مع الفراكشن التاني one seven tenses plus three tenses one one ودي four يبقى five وبعا كده اخد بقى الرقم اللي انا زودته انا قصه من الفراكشن التاني فاقول له three and two fifths minus three and a three tenses ونجيب الايه ونجيب الريزولت طبعا انا قلت لكم كاما علومة فقط بس هي ممكن تلغبطك فالافضل نخلينا بالطريقة الطبيعية اللي هي ايه اعمل الول بلاس الول والفراكشن بلاس الفراكشن ماشي او احول الاثنين لامبروبر فراكشن وبعد كده اعملهم بلاس او ايه او مالفراكشن ده كده كان دارس النهاردة لو في اي حاجة وقفت عليكم ياريت تكتبوا لي في الكومنتات او تدخلوا على طول على اللينكات بتاعت جروب الواتساب والفيسبوك والتلوجرام هتلاقوا طبعا الرابط تحت الفيديو ادخل على اي جروب منهم واكتب لي السؤال اللي انت مش عارفه انا ان شاء الله ساعدكم فيه وطبعا ما تنسوش تابعونا عن استجرام وتويتر ولعاقبتك الحلة ما تنسوش تعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان اكتر عدد من الناس تستفيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة